السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو جبت لكم وضعيتين انتماجيتين لسنة اولى متوسط هذا الوضعيتين من الوضعيات المقترحة لفروض الفصل الثاني انتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مع الشرح انتحى افيدكم وتستفادوا من هاتين الوضعيتين معلكم غير تتبعوا معايا نبدأ وعلى بركة الله بسم الله عدنا الفقرة الاولى اللي هي I introduce myself معنتها اعرفوا بنفسي يقولوا لكم اكتب فقرة عرف فيها بنفسك احكي لناش كون انت رايح تكتب فقرة قصيرة وبسيطة بهذا الطريقة hello فاصلة my name is وتكتب اسمك اللي هو احمد سليم سليمة سلمة الى غيرها كل واحد يكتب اسمه I am 11 years old عمري 11 سنة I am from Algeria and I live in تذكر الولاية انتاعك I live in Bleda I live in Galma I live in عنابة انوهرا الى غيرها تذكر اسمك تذكر السن انتاعك وتقول بانك من الجزائر ثم تذكر الولاية اللي تسكن فيها I am a pupil at انا تلميذ في مدرسة وتذكر الاسم انتاع المدرسة انتاعك I am a pupil at for example سلماني middle school رحماني middle school الى غيرها إذن hello my name is أحمد for example I am 11 years old I am a pupil ولا I am from Algeria and I live in city for example I am a pupil at سلماني middle school إذن بهذه الطريقة تعرف نفسك هذه هي الخطوات لكتابة وضعية ادماجية نعرف بها بأنفسنا ننتقل الآن الى الوضعية الثانية اللي هي أعرف بنفسي وبعائلتي معنا انتع رحين نتذكره تعريف علينا احنا وعلى العائلة انتنا بابك وش يخدم وش حال في عمره يمك وش تخدم وش حال في عمرها وش حال عندك خوتك وش حال عندك خياتك وما هو حيوانك الاليف لراكم ربي عندك في الدار ولا ما عندك شقول ما عنديش إذن هلو سامي مرحبا سامي رايحين نخطبوا صديقنا ولا رايحين نعرفوا بنفسنا وبعائلتنا لصديق ما هنا صديقي يبعث لنا رسالة احنا نعودوا نبحثولوا هلو سامي هلو سلمان هلو أحمد هلو سلمة هلو ساميرا الى غيرها احنا نور مرهة ثمانية وثلاثون سنة هي ربة منزل إذن تذكروا الأم مش تخدم إذا كانت تخدم تذكروا العمل أنتحها الاسم انتع الأب هو أحمد في عمره خمسة وربعين سنة معنتها تاجر ولا يخدم الكوميرس عندي ثلاثة أخوتي وأختي وحدة عندي قطة هي حيواني الأليف اسمها كاتي لي ما عندوش يقول هذا مكان هذا وش تذكره في الوضعية الخاصة بتعريف النفس والعائلة